سنواصل في توفير أصدقائنا الأفارقة بالحبوب على أساس العقود ومجانا سنقدم دعما في تنمية الطاقة كي نلبي الاحتياجات المتزايدة لأدول الإفريقية في وقود الهيدروكاربونات ومحطات الكهرباء ونقصد بذلك ليس فقط مصادر الطاقة وموارد الطاقة العادية ولكن تلك المبتاكرة والحديثة التي تعمل عليها شركة رساطم الروسية فخطة عمل والوثائق المبرمة الأخرى على هامش القمة تقتاضي أيضا بتعميق التعاون الصناعي والقيام بالتنفيذ المشاريع المشتركة في الاتصالات ومجال المعلومات ونحن نفتحون على مشاركة تصدقائنا الأفارقة بخبراتنا في إدارة الحكومية في مجال المصرفي وفي قطعات اقتصاد الأخرى كما من المهم تكثيف التبادلات الثقافية والعلمية والتعلمية ورياضية تبادلات الشباب والإنسانية فلادى روسيا ما أن نقدمه لجملائنا الأفارقة سنواصل تعاوننا في مجال التعليم وتدريب الكوادر تم زيادة المنح الدراسية لطلبة الأفارقة في روسيا بما في ذلك على حساب الميزانية الحكومية وسننشأ في البلانة الأفريقية فروع للجامعات الروسية المتقدمة بما في ذلك مدارس مرحلة الثانوية بالتعليم باللغة الروسية فالمبادرات المعانية تم التطارق عليها في أثناء الاجتماعات وطبعا نخاطط لدعم شركائنا الأفارقة في تقوية أنظماتها المحلية في مجال الصحة وزيادة تجهيزها بالمعدات والصلابة الفانية وسرعة الراد في مواجهة الأوبية لذلك نطلق مشروع واسع نطاق لمكافهة الأمراض المعدية حتى 2026 وقدرها مليار فاصل اثنين روبل وأنا أريد أن أشكر جميع أصدقائنا الأفارقة أنهم لبوا الدعوة لزيارة سانت بيتروس بورغ ومن خلال ذلك فعلوا ذلك في الحقيقة أشير روسيا تسعي لإقامة الشراكة المتعددة للنواحي الحقيقية مع أفريقيا ونحن نرى النهج المماثل أن نتصرف جانبا إلى جانب كتفا إلى كتف من قبل أصدقائنا الأفارقة وشكرا لكم على انتباه ترجمة نانسي قنقر